خلينا نسيب تويتر ونسيب العصفور الأزرق ونروح ليه السماء الزرقاء القصة ايه؟ القصة انه فيه تطبيق اسمه بلو سكاي بلو سكاي ده موقع جديد او تطبيق جديد للتواصل الاجتماعي مين اللي انشأوا جماعة؟ انشأوا جاك دورسي مؤسس تويتر اصلا جاك دورسي ساب العصفور يروح لي إيلون ماسك وقالك انا هروح بقى ايه اعمل السماء الزرقاء كلها كان جاك دورسي عنده فكرة كده يعني غريبة شوية هو كان اتاح الخدمة للمستخدمين للاختبار التجريبي ومن المقرر انه يتم اطلاق الخدمة دي قريبا الفكرة عبرها عن ايه؟ انه التطبيق ده هيتم اطلاقه ازاي هلنفس تويتر اللي استحوذ عليه إيلون ماسك بالتأكيد ازاي هكون عليه لتأثير على تطبيقات التواصل الاجتماعي لان زي ما قلت لكم الفكرة بتاعته مختلفة شوية تعالوا نشوف التقرير بتاع السماء الزرقاء او البلو سكاي ونرجع مرة تانية اعلن جاك دورسي عن ان تطبيقه الاجتماعي اللامركزي الجديد بلو سكاي يبحث عن مختبرين تجريبيين وعقب ذلك حصل التطبيق على ثلاثين الف طلب في قائمة الانتظار لاشخاص متحمسين لتجربة التطبيق وهو يروج لتطبيق بلو سكاي على انه تطبيق تواصل اجتماعي لمركزي منافس او بديل لتويتر كما يعتقد انه سيشكل تحديا كبيرا لمنصات التواصل الاجتماعي الاخرى كفيسبوك وانستجرام وسنابشات تطبيق بلو سكاي يعمل ببروتوكول على موزع لمركزي يسمى البروتوكول يتيح للمستخدمين التحكم في خوارزمياته والسيطرة على بياناتهم بشكل كامل وهذا يعني ان بيانات المستخدمين ستكون بعيدة عن التأثير الحكومي وسيطرة الشركات التي تستغلها في الانشطة التسويقية وهي خطوة يمكن ان تحدث ثورة في اقتصاد البيانات الشخصية سيسمح التطبيق بنقل بيانات حساب المستخدم من منصة الى اخرى حيث سيتمكن مستخدم بلو سكاي من استخدام حساباتهم لتسجيل الدخول الى اي تطبيق تواصل اجتماعي يعتمد البروتوكول الجديد لذا فان حسابا واحدا سيمنحهم امكانية الوصول الى جميع منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم وعلاوة على ذلك لن يتحكم مالك هذه التطبيقات في بيانات مستخدمي بلو سكاي التطبيق ليس مشروعا حديثا انما تحدث عنه دورسي لاول مرة خلال شهر ديسمبر 2019 كمبادرة غير ربحية لتطوير بلوتوكول مفتوح لا مركزي لوسائل التواصل الاجتماعية واطلق حساب بلو سكاي في تويتر قبل ذلك في نوفمبر 2019 وفي نوفمبر 2021 ترك دورسي منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة التي شارك في تأسيسها في عام 2006 ليعلن خلال شهر فبراير 2022 عن تأسيس شركة بلو سكاي المستقلة للمنفعة العامة وادرج اسم دورسي ضمن اعضاء مجلس ادارتها دورسي قال ان بلو سكاي سيكون منافسا لاي شركة تحاول امتلاك الاساسيات الاولية لوسائل التواصل الاجتماعية او بيانات الاشخاص الذين يستخدمونها وان تويتر يمكنه ايضا استخدام البنية الاساسية للبروتوكول الذي يجري تصميمه اضف ان الهدف هو ان يكون تويتر في النهاية عميلا لهذا البروتوكول وسيتم تطوير البروتوكول الجديد بروح الشفافية واللمركزية واذا كان المستخدمون قادرين على الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي دون تسليم بياناتهم لشركات معينة فقد يكون لذلك تأثير كبير على اقتصاد البيانات الشخصية في العالم والذي تبلغ قيمته اعدة تريليونات من الدولارات تأتي خطوة تطبيق بلوسكاي في وقت يتصعد فيه الصراع بين قيمة البيانات والخصوصية الفردية وفي حين ان البيانات ليس لها قيمة متأصلة الا ان استخدامها له تطبيقات واسعة من مجال الاعلانات المستهدفة والتصنيع والزراعة والابتقارات والتي توفرها انترنت الاشياء العديد من الشركات تعمل الان على جعل تبادل البيانات المصدر الرئيس او الهدف الرئيس لاعمالها فهل يعمل درسي على تطبيق بلوسكاي الان لتصحيح الاخطاء التي قام بها في تويتر زي ما شفت حضرتكم الموضوع كبير شوية مش بنتكلم فقط في عمل ملص التواصل الاجتماعي منافسة لتويتر او حاجة القصة كلها عايز اقول لكم انه اهم اهم اسد او اهم اصل عند وسائل التواصل الاجتماعي عارفين هي ايه هي البيانات هي بياناتي وبياناتك هيدي قصة اهم حاجة على فكرة جزء كبير من استحواذ تويتر او من استحواذ ايلون ماسك على تويتر الدخل بتاعه هيبقى ايه والدخل بتاعه هي البيانات دي نفسها يعني فيسبوك بتبيع البيانات دي وكلمنا في القصص دي في اسابيع كتير قبل كده والفضايح اللي ممكن تكون بتحصل بسبب بيع بياناتنا الخاصة بتواجدنا على منص التواصل الاجتماعي بتاعة الفيسبوك او الخدمات التانية فتويتر عنده البيانات دي مهمة جدا طب هيستفيد منها ايه ممكن استفيد منها حاجة كتير جدا ممكن ايلون ماسك نفسه يطور خدماته اللي بيقدمها زي بتاع عربية تيسلا وزي كل الخدمات اللي بيقدمها التانية اعتمدا على البيانات دي اللي هي بنسميها البيك داتا البيك داتا اللي هي المعنوات الكتيرة قوي اللي ما بتقدر تحللها بتعرف توجهات الناس فبلو سكاي عايز يعمل حاجة مختلفة خالص جزء منها اساسي هو انه يحافظ على البيانات دي يعني يبقى البيانات دي مش عنده كل واحد مش فيه بيانات عند فيسبوك وبيانات عند تويتر وده ممكن يباعها او ما يبيعهاش او تحصل مشاكل او تتصرب او او لا هو بلو سكاي عايز يعمل منصة مختلفة خالص بكون سبت مختلف خالص البيانات بتاعت المستخدمين فيه تبقى تعتبر مركزية ولا مركزية يعني محفوظة في مكان معين كل الناس قادرة اكسس عليها زي كل وسائل التواصل الاجتماعي قادرة اكسس عليها بس مش قادرة اخدها قصة كده شوية محتاجة شوية شرح لكن هي دي دماغ جاك دورسي جاك دورسي اللي هو اسس تويتر اللي هو التويتر خلاصت بعد دلوقتي هيبدأ يركز بشكل كبير جدا في البلو سكاي جزء منها بالنسبة لنا هنستخدمه كفاصيل التواصل الاجتماعي اه عادي لكن الباكجراوند او الخلفية او البيز بتاع الخدمة دي مختلف خالص خالص عن الادوات التواصل الاجتماعي التانية مش عايز اوسع كتير شرح في الموضوع ده ان شاء الله لاحقا نديلكم فيه تفاصيل اكتر واكتر عشان نبدأ نستوعب الفكرة باذن الله اشتركوا في القناة